المزمور 110 بتحقال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطأ قدميك فبيقول في هذا المزمور من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الراس فصاحب السؤال بيقول لي انا مش فاهم ماذا يقصد من النهر يشرب في الطريق لذلك يرفع الراس اخر اية في المزمور النهر يقصد به نهر الاردن الاردن يعني الموت كلمة اردن كلمة ارامية معناها موت في هذا النهر المسيح يسوع في المجيء الاول استعلن للعالم كله في نهر الاردن حتى احنا بنسميه عيد ايه عيد الظهور الالهي المسيح في المية احنا راسه غطس الآب من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الروح القدس مستقرة عليه زي ايه زي حمامة ده في مجيء الاول ففي مجيء الاول احنا راسه للاردن للاردن يعني الموت يعني كأنه دخل جوه المية غطس في المية المية بالعتوف ده في مجيء الاول الموت بتلعو وهو مات مات فعلا احنا راسه واسلم ايه الروح في مجيء التاني بقى هو اللي هيبتلع الموت من النهر يشرب هو يشرب من النهر ويعمل ايه ويرفع الراس يعني يرفع راسه يعني جيب القوة في مجيء التاني مجيء الاول خاضع لانه اخلى نفسه واخد صورة عبد اما في مجيء التاني يسترد قوته وتصير ممالك الارد كلها للرب ولمسيحه سفر اللويين 13 13 بيقول وراء اذا رأى الكاهن واذا البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب كله قد ابيض وانه طاهر كيف يكون هذا لو رحنا لاصحاح 13 اللي بيتكلم عن ضربات البرص ضربات البرص ده رمز الايه رمز للخطية لان البرص بيتشوه ايه الجسم والخطية بتشوه ايه الانسان فبيقول لو انسان ضرب بالبرص يقول ناجس ناجس ويطلع ويقعد في خيمة من خيام قدار خيام قدار يعني الخيام السودة اللي معمولة من شعر المعيز ويقعد لمدة اسبوع ويجي ور نفسه للكاهن يقول لك ابص الكاهن في جسمه اذا كان جسمه كله اتمالى بالبرص وفيه حتة لحم حي يعني ما جالهاش ايه برص يعني حتة سليمة يحكم الكاهن بناجسة ويقول له روحوا على اسبوع تاني وثالث ورابع لغاية ما ييجي فبيقول هنا في الآية اذا جاء في الآخر ورأى الكاهن اذا البرص قد غطى كل جسمه يحكم بطهارة المضروب ده بقى كده طاهر كله قد بيض انه طاهر والآية اللي بعديها 14 كمان لكن يوم يرى فيه لحم حي كنيس معقولة ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده لو اعترفت بخطياتك وطلحت البرص بتاعك وخبيت حاجة حية فانت نجس لكن لو اعترفت بخطياتك وطلحت النجسة كلها وعملت زي بوليس وقلت انا عالم ومتيقن انه لا يوجد فيه اي فيه جسدي شيء صالح بالمرة هنا انت تكون ايه اتطهرت من خطياتك عشان كده ايه اعترفنا بخطيانا فهو امين وعامل فهنا ضربة البرص رمز للخطيات الخطيات من يعترف بخطياته ينجح ومن يكتم خطياته لا ينجح